السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خالد الغندور يوضح نقطة هامة في المهلة الممنوحة لكهرباء لسداد الغرمة اوضح العلامي خالد الغندور الوضع بالنسبة للمهلة الممنوحة لللاعب الهارب محمود عبد المنم كهرباء لعب النادي الاهلي اللعب الذي هرب من الزمالك الى البرتغال ونادي افيس ككبري للعودة الى صفوف النادي الاهلي في قصة يعلمها الجميع منذ ساعات تم منح اللعب مهلة لمدة شهرين لسداد قيمة الغرمة وهو ما حرص الغندور على توضيحه والحديث على عوداته حيث اعتبر ان المهلة من الاساس مر منها شهر وبالتالي يتبقى شهر لتنتهي يوم السبتمبر القادم وعبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كتب خالد الغندور موضحا قهرباء يحصل على شهر واحد فقط مهلة لتزديد الغرامة تنتهي سبع سبتمبر شهر تسعة وبعدها يفعل الايقاف ستة شهور في حالة عدم السداد وطبعا الشهر ده اجازة مفيش مباريات اشتركوا في القناة